كشف وزير والفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية محمد عبدالحفيد هني عن استهداف بلاده تقلص قيمة واردات الحبوب بأكثر من الربع خلال السنة الجارية المسؤول الجزائري وفي تصريحات ندل بها للإضاءة المحلية توقع أن يتراوح انتاج بلاده من القمح بنوعيها من 27 إلى 30 مليون قنطار خلال الموسم 2021 و2022 دون اختصاب الكميات المسحوبة من طرف المزارعين لزرع حقولهم والكميات الموجهة للجمعيات الخيرية